ازايكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حال اه زي ما نعودنا احنا بنزل كل حاجة واي حاجة عالقناة بتاعتنا النهاردة معنا الفيديو حلو هيعجبكم طبعا كتير مننا بيجيب المسكرة وتنشف منه طبعا خلاص نشفت المسكرة ترمت في الزبالة كده خلاص ما بنلاقلهاش حل النهاردة هنرجع المسكرة تاني اه بطريقة سهلة جدا ونقدر ان احنا نحليها ترجع تاني تشتغل معنا وان احنا نفكها مرة تانية الفيديو بتاع النهاردة سهل جدا وبسط جدا وخطوات بسيطة جدا هتخلي المسكرة بتاعتك ترجع تاني زي اكنك لسه شريحة بس لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش وكومنت حلو زيك ولايك ولو ما شاركتش في قناة الشركة عشيصلي كلك جيب من فيديوهاتي يلا بنا نخشف موضوع النهاردة ونشوف المسكرة هنعمل ايه عشان ترجعها زي ما كانت ايه ما انتوا شايفين كده حبيبي هيدا دي مسكرة اللي هستخدمها معاكم النهاردة في البرجو بتاع النهاردة عندي هنا مسكرة دي مسكرة حواجب ودي مسكرة عادية بتاعت الرموش المسكرة بتاعت الرموش دايما لما بتجيبيها وتركنيها شوية بتبدأ ان هي تنشف معاك وتبدأ ان انت متعافش تستخدميها زي ما حصل معايا كده دي مسكرة لسه جايبها استخدمتها مرة التانية وستها لقيتها نشفت معايا بالشكل ده كده بصيت يجي تحطي منها مفيش خالص نشفة خالص مفيش فطبعا بتتضايق جدا لما تجيبي حاجة وتستخدميها وسعب يبقى وتبقى مضطرة مسلا مش عاملة حسابك ان انتش المسكرة اللي عملك عاملة حسابة ان هي شغالة لو تيجي تحطي منها وما جبتيش بديل فبتتضايق فالحل بسيط جدا جدا هيرجعها تشتغل معاك عندي هنا كمان دي مسكرة بتاعت حواجب برضو جبتها بس هي ما نشفتش هي تحس ان هي تقلب كان هي دخلة على النشفين فانا عايزاها ان هي ايه تفك معايا وتبقى سلسة كده عشان اقدر ان انا احط بها هعمل ايه عشان ارجع المسكرة بتاعتي تاني زي ما كانت هبدأ ان انا اغلي كوباية من الميا عارفين الميا العادية بتاعتنا هبدأ ان انا اغليلي كوباية كده مليانة من الميا عايزاها تكون بتغلي مش عايزاها تكون بردة عايزاها تكون سخنة بتغلي زي ما انتو شايفين جبتوا كوباية الميا كده حطيت مية بتغلي بالشكل ده كده هعمل ايه في المرحلة دي هجيب المسكرة بتاعتي وحطها كده اهي هقف كده مسكها حوالي عشر دقايق او ممكن تحطشها اي حاجة عليها تققلة عشان هي خفيفة فبتبدأ ان هي تترفع معي يعني هقف كده مسلا او وحطها كده وسبتها باي حاجة لمدة عشر دقايق بالزبط بالشكل ده كده عشان طبعا المية السخنة هتسيح معي المسكرة مرة تانية هتخليها ان هي تفك معي فمن بابسط الطرق ان انشي تعمليها ان انشي تحطشها في مية سخنة بتغلي بالشكل ده كده تسبتها بحاجة او تمسكيها كده لمدة عشر دقايق شايفين المنظر اه طبعا المية هنا بتغلي سخنة جدا معي طبعا لو مش عايزة توقفي تمسكيها او حاجة ممكن تجيبي طبق او حاجة وتنيمي في المسكرة بتاعتك وتقليبي عليها المية السخنة بس هي افضل ان انشي تحطشها بالطول كده يعني ان هي تبقى سبتة كده بالطول عشان لما تفك تنزل في العلبة بتاعتها تبقى نازلة كده وان هي تسيل معاك ما تبقاش نايمة برضو وتفك خالص ان هي تنزل تاني كده وتبدأ ان هي تفك معاك هنا كده بعد العشر دقايق تعالوا بقى نختبر المسكرة بتاعتنا تعالوا نجرب مسكرة الحواجب طبعا تحس ان هي سخنة بصي بقى اهي قالت ازاي رجعت تاني زي اكني لسه شريها تعالوا بقى نجرب مسكرة الرموش ما كانتش بتقول معانا حاجة خالص بصوا بمنزر اهي شايفين اهي وطبعا ده كده في عشر دقيق حطتشيها اكتر مفيش مشاكل بس بصوا اريت ازاي على طول اهي شايفين شايفين المنزر اهي حاول اوريك اهه بصوا بصوا ما كانتش اريا خالص اهي اريت اي اشتغلت معايا المسكرة طبعا لو حطتشيها فترة اطول هتبقى معاك فعيلة طبعا ده كده عشر دقايق ويمكن اقل كمان من عشر دقايق وجربتها معاكم طبعا كل ما تحطيها في المية والسي بيها فترة اطول كل ما ترجع زي ما كانت ده كان فيديو النهاردة يارب اكون قدرتك في الكويس تنوني فيديو جديد وفكرة جديدة مع نينو حلقة جديدة مع نينو